صار ممكن فريق معين حتى يتغنى أنه هو اغتال أو يتغنى أنه هو سرق بس فقط لأنه يتمتع بأكثرية طائفية ضمن طائفة معينة بيعتبر حاله هو معصوم عن أي آلية محاسبة لأنه هذا هو منطق التوافقية الميثاقية يلي انفرض من قبل حزب الله من قبل الرئيس نبي بره ومن قبل المنطق طيار الوطني الحر حال القضائية أكثر من مريضة وما كان مطلوب أنه ينعمل مش أنه نوقف نحن خلف القاضي طارق بطار نوقف أمام القاضي طارق بطار لبناء جبهة سياسية مدنية حقوقية ودولية تقدير توضع النقاش السياسي في لبنان والانقسام السياسي في لبنان هو بين الفرين من العدالة ومن يحمل فرين من العدالة مقابل من يريد العدالة يا بدنا نستمر بنهج عفى الله عن ما مضى يلي هو عم بيؤدي للاغتيال المقبل في لبنان لأنه رح يكون فيه اغتيال مقبل في لبنان سياسي هو رح يؤدي لسرقة مقبلة في لبنان ورح يكون موجود طالما مقفيم حيث وانفجارات مثل انفجار مرفق بيروت وحروب ستشن على لبنان بسبب أيضا غياب المحاسبة والمسائلة طالما اليوم المعركة على موضوع انفجار مرفق بيروت وطالما هي المعركة متستمرة على صعيد السرقة سرقة اللبنانيين اقتصاديا هذه معركة مشتركة ولا يجب ان نقع بانه اليوم خلينا نغض النظر عن المصارف لانه بدنا نحاسب القاتل ولا غلط ولا مقبول أيضا انه كل تركيزنا يذهب ضد المصارف يلي هي مجرمة وننسى من قتل اللبنانيين مرارا على مدى عقود والأداء الضعيف حاليا للمعارضة بكل مكوناتها يعني أنا ما بدي بيين كأنه اليوم عم حملوا هني مسؤولية خراب البلد مش يعني بجزء منهم بس تصويب البوصلة ضرورة بس تصويب البوصلة حتى نقدر نعمل مواجهة متكافئة وإلا رح نستمر فقط بانتظار التسوية الدولية يلي نتيجتها حكما رح تكون أسوأ رئيس للبنان وأسوأ حكومة للبنان وإذا بدنا ننتظر من أسوأ رئيس وأسوأ حكومة يعطونا أفضل إصلاحات بنكون واهمين السيناريو الفوضى الشامل بالبلد للأسف هو سيناريو دائما موجود على الطاولة نظرا لعاملين العام الأول هي القوى السياسية يلي متحكمة بالتحديد سلاحا في لبنان يلي دائما فيها تستخدم سلاح الفوضى حتى تقدر تفرض أمر واقع إنه إذا ما بتعملوا اللي بدي إياه أمنيا أنا بقدر أخرب الوضع اليوم أجهزة قضائية وأجهزة أمنية عاجزة كليا عن القيام بالمهام المكلئة إلى من قبل القانون اللبناني والدستور اللبناني وهي فقط تأتمر بالهوى السياسي لزعيم طائفة مديرة دائما منعرف من هو القاتل في لبنان يالتحقيق بيسميه بالمباشر ساعتا منعرف وإذا التحقيق تغاضى عن تسمية القاتل تلقائيا منعرف دائما منعرف دائما منعرف